الدكتور الجراح العالمي مجدي عقوب وإن اسمه اتصدر الترند مبارح خليني أقول لكم ليه اسمه اتصدر الترند مبارح كان في حالة من الجدل على السوشيال ميديا بعد ما انتشرت صورة للدكتور الجراح مجدي عقوب وهو ماسك ورقة مكتوب عليها أشهده أنه لا إله إله إلا الله كأنه هو بيعلن إسلام ناس كتيرة طبعا بقى يعني كومنتات بالهابة لناس كانوا مفرحانين ليه ناس كتيرة ما كانوش مصدقين نفسهم وكل الكلام ده وإحنا جايين نقولك يا جماعة أن الصورة دي فاك الصورة كانت مفبركة وأنا بجد مش عارفة هاي الناس فاضية للدرجة أن هي تعمل حاجة زي كده ليه يعني أنا بتفهم مثلا لو عملوهم مثلا عن سلابرتي أو مثل مغني بس يعني جراحة راجل كبير مشهور متقاعد خلاص يعني بالعكس ده الناس من قديم الأزل من قديم 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 الأزل والناس عندها حلم أن الدكتور ماجد يعقوب يدخل إسلام ده حلمها يعني على طول الناس بتغطي دعيله أن ربنا يهدي وأن ربنا يعني يدخلوا دين الإسلام علشان هم يعني شايفين أن كده بالشكل ده هم أكيد بيتمنوله القير وهو راجل كويس جدا راجل يعني قدير وأكيد أكيد يعني ربنا هيديله كتير قوي على اللي هو بيعمله فكانوا عايزينه أنه هو يكمل المشور للآخر فعلى طول الناس كانوا بتطلع كلام أنه هو يأما دخل دين الإسلام يأما بيتمنوله الهداية وأنه هو يدخل الإسلام أنا شايف أنه ما ندخلش شغله في الدين يعني هو كده كده فخر المصر وفخر المسلمين والمسيحيين وفخر للعالم أكشل طبعا بس على الصعيد المصر وبعدين من إمتى وإحنا بنفرق البني أدم بدينه يعني يعني أظن أن دكتور مكدي عقوب ده مثال من أكبر الأمثلة بتاعت أن إحنا مش مفوض أن إحنا نفرق ما بين الناس بأشكالهم أو بديانتهم أو ب يعني الأثنك الأثنك بتاعهم فعما كل واحد بيكون في حاجات كثيرة أوي حلوة كل واحد بيكون في حاجات كثيرة أوي بحشة ما فيش حاجة مفوض أن هي ويكون معايير للبني أدم الحسن يعني مش مفوض أنه لازم علشان هو دكتور جراح بينقذ حياة ناس كثيرة جدا عنده مستشفى كذا 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 ما إلا إلى خير حاجة كثيرة نهتم بها بالضبط يعني خلينا أن نحنا نشوف قد إيه فعلا أنا الراجل ده أنقذ حياة ناس كثيرة جدا بس عارفة إيه الايرانيك أوي أو إيه المضحك في القصة أوي مش مضحك أنا بالنسبة لي هارت وورمينج اللي هو كيوت أوي الصورة الحقيقية خليني أحكي لكم برضو إيه هي الصورة الحقيقية اللي اتعمل لها فوتوشوب عشان يغيروا الكلام على الورقة اللي هو ماسكها زي ما أنتوا عارفين زي ما قلت لكم انتشرت صورة وهو ماسك ورقة مكتوب عليها لا إله إلا الله وهي مفبرقة أو معمولة على فوتوشوب والصورة الأصلية هي كانت صورة وهو ماسك ورقة مكتوب عليها بالإنجلش Happy Birthday David مين David؟ مين David بقى خلينا أقول لكم مين David؟ David هو راجل إنجليزي actually to be specific هو راجل كان شرطي إنجليزي دلوقتي عمره تسعين سنة وكان مريض عند الدكتور مجدي يعقوب عمله زراعة قلب ومن ساعة ما عمله زراعة القلب لحد دلوقتي وهو الحمد لله عايش وصحيته كويسة جدا وزي ما قلت لكم عنده تسعين سنة فهي حقيقة قصة very heartwarming ومش قدر أعرف برضو إزاي هما قدروا يفكروا في فكرة إنه يغيرهم من Happy Birthday David لحاجة ملاش أي علاقة الفكرة لناس في ناس كتيرة قوي كانت مصدقة فعلا الفيديو أو الصورة اللي طلعت وكانت خلاص صدقت كمبليتلي إنه فعلا دكتور مجدي يعقوب دخل دين الإسلام وناس تانية لقطتها على طول كان قصية الصورة كانت بينا بصراحة أنا مش عارفة الناس اللي وقعت في الفخ ده أو في البرانك دي أو في الفوتوشوب دي وقعوا فيها ازاي بس بينا جدا جدا يعني فيه كومنت كتير جايلنا من أهمها أو معظمها بتقول إن إحنا يعني بنقول إن الدين مش أهم حاجة وده مش الكلام اللي إحنا قلناه إطلاقا طبعا الدين يعني هو عمود البني آدم هو دينه بس مش المفروض إن إحنا نفرق الناس بديانتها يعني مش در رأيي مش المفروض إن إحنا برضو نتدخل في ديانات أي شخص لإنه دي حاجة ما بينه وبين ربنا ودي حاجة يعني ما لناش دعوة بيها إحنا لينا دعوة هو معروف بإيه دلوقتي هو معروف بشغله وهو طبيب يعني بصراحة عالمي وإحنا مفروض نركز بس على إنجازاته بزبط ملناش دعوة بديانته ملناش دعوة بأي حاجة تانية لينا دعوة بكفاءته كدكتور إن هو دكتور بزبط يعني بس كده خاني أقول لكم شوية من الكومت اللي جات لنا وبصراحة جات لنا جالنا كمان كومت بيدحك قوي علي بيقول جورج بسوف غنى أغنية طبيب جراح يمكن كان يقصده شعر و بحب العشوائية عشوائية جدا عشوائية جدا و الناس يقول لنا صباح الفل صباح الخير صباح النور مصطفى بيقول لنا لأ هو فيه مشكلة إن الناس بهمة إنه سواء هو كده أو كده إن ده إنجاز بس هو المهم هو بيقدم إيه للبشرية وفي الحالتين هما الاتنين أديان سماوية يعني حتى لو هندوسي المهم هو عمل إيه للبشرية بالضبط بالضبط وده اللي احنا شكرا يا مصطفى مرسي عندنا حد بيقول لنا هو أنتو ما عندوكوش موضوع غير ده لأ عندنا النهاردة أربع مواضيع هنتكلم فيها ده أول موضوع من الأربع مواضيع فخليكم معين الآخر الحلقة علشان تعرفوا كل المواضيع اللي احنا نتكلم فيها